زي حضرتك؟ اهلا يا جينا السيك لو سمحت ممكن اكلم فضلت الشيخ اهلا وسهلا لو سمحت يا فضلت الشيخ معلش انا انا اسأل حضرتك وانت باز انا عايزة حضرتك تطمن قلبي بس اخويا وابنه كانوا في مصيا في ربع يوم العين وهم راجعين عالطريق عملوا حتى بالعربية واتقلبت بيهم هم ميتوا هم اللي تبين لا يلا يلا الله لا يلا يلا الله لا علشي انا اسفل اه انا بس عايزة حضرتك تطمننا هو ابنه قد ايه تسعة سنين يا الله وهو كم سنة وهو اثنين وتلاتين سنة اصغر مني في ثلاثين يا الله يا الله انا عايزة حضرتك ده في العيد اللي فات ده اه ربع يوم العين عايزة حضرتك بس تطمدي عليه حاضر يا فادي حاضر وتقولها واتوسرتك مع أمي تقولها يا عايزة هو ورديته موجودة موجودة ومراضة موجودة ليه أولاد تانيين يا فlandم ليه أولاد تانية بنت واحدة بس ده حول وهو طيب يا فاندي حاضر حاضر ما همتوا راضي عنه أيوا ما همتوا راضي عنه اوي 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 يا باخته يا باخته راضي عنه اوي بالعكس ما هي كاله هي اللي شايتها ش ما هي كاله عليها من دولة انا قلت له هو مسمحك بالدعاء. انا قلت له هو مسمحك بالدعاء. نفسي بس انا عمل اقلب في الفيديوهات بتاعته الشيخ كلها. حاضر. ان يقولولي حكم التفلي لما يدفن مع ابو ايه. حاضر يا فن. هو كان طيب اوي والله العزيز. اوي. حاضر. بس هو بس هو كان يعني كان شيء شوائق زي اي اشحبيع. حاضر. حاضر يخفوا. هو كان طيب اوي. وهو في اخر ايام واه. رض ابو اوي وامو اوي ومراتوا اوي. رضهم كلهم. رضانا كلهم. يا عيني الحاضر. والله رضانا كلهم. حاضر. بس بل عليك عشان. اه لنفري ايه. ما شاء الله هم اخوتي. الله ما باك. خلاص يا فن. شحاضر. ما شاء الله. ربنا يحفظهم يا حبيبي. طيب. الولد اه يا حبيبي تسع سنين وبابا وعملوا حدثة وتوفوا في الطريق. اه دا من ضمن الحالات اللي عحداك بتقولي لسه حتى رفقاً باهد الحزن. حد عنده مرض. عنده مريض في بيته. ارفق بي. حد عنده مية ارفق بي. فانا ببشر الست اللي اتصلت دلوقتي. اخوها. وابن اخوها ماتوا. وبنادي على ابوه وعلى امه. بقول لهم يا بختكم. يا حظكم. يا سعدكم. يا بختكم. ان شاء الله سباكم للجنة. وان شاء الله تصبروا وتحتسبوا. لان النبي صلى الله عليه وسلم بينادي على الملايكة يقول اقبضتم ولد عبدي. على ابوه امه. يقولوا نعم يا رب. وهو اعلى واعلم. اقبضتم ثمرة فؤادة. شوف انت يا اولاد بالنسبة لابوك واموك ايه. ثمرة فؤادة. قالوا نعم يا رب. فربنا ولينا مسل الاعلى. يسأل الملايكة. كيف تركتم عبادي. ابوه امه اخبارهم ايه. قالوا يا رب حمدك واسترجع. يعني قال الحمد لله. انا لله وانا اليه رجعون بقلبه. حتى لو بكى. حتى لو عيت ما فيش مشكلة. فربنا يقول. او ببشر الاب والامه. يقول له ابنوا لعبدي يا ملايكتي. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة. وسموه بيت الحمد. فلو ابوه امه لهم بيت الحمد في الجنة. يبقى هو اللي مات نفسه. والبشرى التانية. لاخته والاخواته ان شاء الله اصبروا. وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. البشرى التالتة انه من الشهداء يا فن. لانه وكده كان في طاعة. ومن مات. سيدنا نفسه قال. ومن مات تحت الهدمي. فهو شهيد. خد بالك. ومن وكسطه الدب. وكسطه ركب الفرس. الفرس رفص او الجمل اللي اتقلب. جه دس عليه مات. قال لك يلحق به الحواز. لان دلوقتي السيارات بقى بدل الجمال. لما بيبقى معاه طفل وطفل يموت. وكمان انا بشرت ابو اللي مات. وكمان ابشرهم وبشر ابو اللي مات ده. وبشر جده والجده. ان الطفل ده هيشفع لكل هذه العائلة. هيشفع لابوه. بسع سنين ده زي الملايكة يعني. طفل ابوه. من ولدان المخلدين في الجنة يوم القيامة. وده سيدنا النبي لما ولد صغير كده من الصحابة. فالصحابة بيبكي. فالنبي قال له اتحب ان تمتع به عمرك. يقعد معك تول حياتك. ام ينتظرك على باب الجنة بابا بابا ليتقلك الجنة. فقال له ينتظرون على باب الجنة يا رسول الله. تمام. فأمر رجل وقال له اهذا له خاصة ام لنا كلنا فالنبي قال بل لكلكم الى يوم القيامة.